قبل أن يتأخر الوقت فينبغي أن تتخذ كل الإجراءات لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة وهنا فإن ضمان وصول المساعدات والفاعلين الإنسانيين بسلامة ضرورية لإنقاذ الأرواح وهذه مسؤولية على كل الأطراف في الميدان لتيسير هذا بدون شروط سيدتي رئيسة إن وقف الأعمال العدائية والعنف في البلاد حتمي ليس فقط لتيسير وصول المساعدات الإنسانية ولكن كذلك لتهيئة الأوضاع اللازمة لعقد حوار حقيقي وشامل لوصول إلى سلام دائم والمصالحة في جنوب السودان ومن الضرورة والأهمية أن توفي الحكومة بالتزاماتها في وقف التقنار أحد الجانب وكل الأطراف كذلك ينبغي أن تحفى على وقف القتال فورا وإتفاق السلام لـ 2015 يظل إطارا هاما لإنهاء النزاع في جنوب السودان ونرى أنه من خلال تنفيذه الكامل بمزيد من الشمول والعفو والمصالحة يمكن أن تتحقق السلام ويستعاد الاستقرار في البلاد وهذا ما يستدعي ضرورة إحياء عملية السلام وهنا فإننا لازلنا نرى أن مبادرة الحوار الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة هي صاحبة الإمكانية الحقيقية لتيسير الوصول إلى هذا الهدف إذا تم هذا بأسلوب شامل سيدتي رئيسة لا يسعنا أن نفرط في التأكيد على أهمية وحدة الهدف بايد الإيجاد والأتعاد الأفريق والأمم المتحدة بحثا عن السلام الدائم والأمن والاستقرار في جنوب السودان وفي هذا الاتصال فإن البيان الصحفي المشترك لمؤرخة 29 من يناير يظل يمثل إطارا نافعا للتعاون بين هذه المنظمات الثلاثة في جهودها المشتركة لتنشيط عملية السلام في جنوب السودان والتنفيذ يظل هو المفتاح في جنوب السودان وبالفعل وقطعا نفهم بالكامل الإحباط المتزايد في المجتمع الدولي بسبب الوضع المستمر في الميدان وعدم إحراز أي تقدم حقيقي ومع ذلك فما من خيار أمام المنظمات الثلاثة إلا أن تضاعف الجهود لعكس اتجاه المصار المزعج الحالي وهنا نؤكد على مسألة واحدة بلغة الضرورة كما قال الممثل خاص الأمين عام سابقا فلم يكن في أي وقت توحيد صف الأصفوات والأطراف المقترحة في الإقليم الاتحاد الأفريق والمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بصفة عامة كلنا دائما كان حاد النقد كما هو اليوم صوت واحد هو الذي سيؤثر في المشهد في جنوب السودان وإن البلدان الإقليمية تملأها آلاف اللاجئين من جنوب السودان بسبب الوضع ولذلك فالكل له مصلحة في تسوية الوضع في جنوب السودان وبالفعل يمكن أن تلعب الأطراف الإقليمية دورا هاما بحثا عن الحل وقد أحرز تقدم أخرا في اعتماد نهج إقليمي مشترك للتعامل مع القضية في جنوب السودان وهذا ظهر من خلال قيمة الإيجادة الأخيرة في نايروبي والإعلان الذي اعتمد في نهاية القمة يشهد على التطور الإيجابي في المنطقة ولذلك فإن الجزم في تقرير فريق القبراء الأخير بأن الإقليم منقسم في رده على النزاع في جنوب السودان في رأينا ليس دقيقا وبعد ذلك ندرك أن لدينا أوجه قصور ونحن بحاجة لتوطيد وحدة في الإقليم وأود أن نشيري أن كل جهد ممكن يبذل لهذا الهدف ونعرف كذلك أنه بغض نظر عن ما نفعله نحن في الإقليم والمجتمع الدولي لا يمكن أن يتحقق شيء إلا بإرادة واستعداد الأطراف في جنوب السودان لوقف القتال والوصول إلى الحل من خلال الحوار والمصالحة لهذا المجلس بحاجة إلى أن يحص الأطراف على إنهاء معاناة الشعب في جنوب السودان وأخيرا سيدتي رئيسة فيما يتعلق بنشر قوة الحمال الإقليمية في أن نعمل مع إدارة حفظ السلام للإصراع من نشر وحدة مشاء كما ورد في تقليل أمين العام ونرحب بالتقدم المحدود المحرز في التحضير ولكن ندرك أن هناك تحديات لا زالت بحاجة إلى معالجة ونتمنى أن الأمم المتحدة والحكومة الجنوب السودان سيتوصل إلى فهل مشترك لمواجهة هذه القضايا ونمهد الطريق أمام الانتشار السريع للقوة وشكرا أشكر ممثلة إثيوفيا أعطي الكلمة الآن لممثلة مصر السيد الرئيس ود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى السيد ديفيد شيرر الممثل الخاص للسجراتير العام والسيد المندوب المناوب للسنغال على إحاطتهما القيمة للمجلس يجتمع مجلس الأمن بشكل مكثف منذ شهر يوليو 2016 لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة جوبة بين قوات الحكومة والمعارضة والتي أدخلت البياد في دوامة من العنف المسلح ورغم ما شهده المجلس من بعض التباين بين أعضائه في كيفية التعامل مع الأزمة إلا أنه كان ولا ذال هناك توافقاً عاماً وإجماع حقيقي داخل هذا المجلس على ضرورة إحياء المصار السياسي للحل كركزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار ووقف المعاناة الشديدة التي يتعرض لها المدنيون في جنوب السودان من انتهاكات ونزوح وخطر المجاعة وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الأطراف الإقليمية الفاعلة والشخصيات الدولية المكلفة بمتابعة وإحياء المصار السياسي إلى أن تلك الجهود للأسف لم يتم بلورتها حتى الآن إلى مبادرات عملية وتنفيذية تضمن التزام الأطراف بالوقف التام للعدائيات وتجديد الالتزام باتفاق السلام وفي ذات الإطار مشدد على أهمية التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها الإيجاد ومجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن والسكرتيري العام لأمم المتحدة ورئيس مفاوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فقيه في سبيل طرح مبادرة سياسية شاملة للحل وربما يتطلب الأمر تركيز الجهود على حث الحكومة والقادة الميدانيين على التواصل إلى وقف فوري للعدائيات ولمدة ثلاثة أشهر مبدئية لإتاحة الفرصة لنعقاد الحوار الوطني ومنح هذا الحوار زخما حقيقيا السيد الرئيس إننا على اقتناع بأن المزيد من التأخر في فتح الأفق السياسي ووقف العدائيات سيزيد من تعقيد الأزمة وتضهر الأوضاع على الأرض ومن ثم نخشى أن تتحول اجتماعات مجلس الأمن حول جنوب السودان إلى مناقشات روتينية يتم فيها تكرار المواقف المبدئية من النزاع دون القدرة على التأثير الإيجابي على الوضع كما نخشى من انفصال تلك المناقشات عن واقع النزاع على الأرض وفي دفع السياق فإننا نحذر مما أورده فريق الخبراء في تقريره من انهيار اتفاق السلام ونؤكد أن تلك القراءة المبسطة للوضع السياسي قد تعطي وللأسف الضوء الأخضر للطرفين لمواصلة القتال دون أي مرجعية سياسية وقانونية السيد الرئيس مع دعوتنا المستمرة لتركيز جهود مجلس الأمن على الحل السياسي فإننا نرى أيضا أن هناك ضرورة عاجلة والتزام قانوني وأخلاقي وإنساني على أطراف النزاع لإنهاء كافة أشكال العنف والالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الدولية ذات الصلة وتحمل مسؤوليتهم تجاه المدنيين وضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني ومن هنا نرى أن استمرار الممارسات المعرقلة للجهود الإنسانية لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة وارتفاع الكلفة البشرية للنزاع وسيقود من الجهود الإقليمية والدولية الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وإنهاء معاناة المدنيين وفي هذا الإطار أيضاً نشدد على أهمية مواصلة العمل مع حكومة الجنوب السودانية على تيسير نفاذ بعثة الأمم المتحدة أنمس إلى المناطق المتضررة بشكل سريع وآمن ودون عوائق تنفيذاً لولاية البحثة التي أقرها هذا المجلس وفي هذا السياق نعرب عن اندهاشنا من استمرار عدم انتشار قوة الحماية الإقليمية حتى الآن والتي نرى ضرورة تتوصل إلى فهم مشترك بين السكرتاريا والحكومة لحدود ولايتها ومحددات عملها ومواقع انتشارها كما نشدد على أهمية ضمان كفاءة القوات وتدربها قبل النشف بما يعزز قدرتها على تنفيذ ولايتها إضافة إلى تهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة تلك القوات السيد الرئيس تقع على هذا المجلس مسؤولية تجنب انهيار مكونات الدولة في جنوب السودان والحفاظ عليها وتعزيزها مستقبلاً إن هذا المجلس يدرك تماماً من خلال تناوله لنزاعات أخرى أن الفراغ الذي يخلفه انهيار الدولة لن يملأه سوى الفوضى الذي يدفع ثمنها غالياً المدنيون من النساء والرجال والأطفال إن مسؤولية هذا المجلس هي العمل على الارتقاء بمضمون النقاش حول الأزمة في جنوب سودان بحيث تتضح أولويات التحرك وبحيث يمكن الوقوف على أنسب الأدوات المتاحة للمجلس لدعم وإنجاح هذا التحرك وتحقيقاً لذلك يجب الارتقاء بمدمون التقارير التي يتلقاها المجلس من السكرتاريا إضافة إلى التحور بصورة دورية مع مختلف الأطراف الجنوب السودانية والإقليمية المعنية وشكراً السيد الرئيس أشكر ممثلة مصر وأعطي الكلمة الآن لممثلة فرنسا سيدتي الرئيسة أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع بشأن جنوب سودان فهو الاجتماع هام وأشكر كذلك الممثل خاص بيفيد شيرر على إحاطته وعلى قيادته لبعثة الأنمس منذ تولي مهامه في يناير وأرحب كذلك بإحاطة رئيس لجنة الجزاءات وأشكر سينغال على قيادتها للجنة باقتدار وسيدتي الرئيسة مرة شهر منذ اعتمدنا البيان الرئاسي الذي أوضح الجراءات اللازمة من أطراف نزاع في جنوب سودان لتحقيق الاستقرار ولكن كما شدد مقدم الإحاطة فيتدح أن هذه المطالب والتزامات لم يمتفر لها والأعمال العدائية لم تتوقف أبداً فالوضع الإنساني يظل كارثياً وقد ضعف أكثر اتفاق السلام ولا يتضح أبداً أن الحوار الوطني يتسم بالشمول وإن الألمس والفاعلين في المجال الإنساني يظلون يتعرضون للعوائق والهجمات ونظراً للوضع في المجتمع الدولي وعلى وجه القصوص المجلس الأمن ينبغي أن يتحرك وهذا التحرك ينبغي أن يسترشد بمجالين مكملين رئيسيين أولاً حماية المدنيين مرة أخرى فالمدنيون هم ضحايا أسوأ الفضائع المرتكبة في جنوب السودان والوضع يزداد سوءاً أكثر في البلاد خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة وقد تحقق هدوء نزبي في جوبا ولا ينبغي له أن يشتت انتباهنا عن العنف في أماكن الأخرى في أعالي النيل وبحر الغزال والمحظات الاستوائية وعلى وجه الخصوص فالعنف الموجه للمرأة والأطفال هو الأسوأ والمدنيون استطاعوا الفرارة من العنف يضطرون إلى ترك منازلهم والانضمام إلى المشاردين الذين يزيد عددهم بالفعل عن 1.6 مليون وحماية المدنيون واجب علينا وهذا جهود حماية المدنيون ينبغي أن تسترشد أولاً بوقف العداءات وهذا يعني أن كل الأطراف الدولية ينبغي أن تضغطوا على الأطراف في جنوب السودان لتأكيد على أن الأسلحة ينبغي أن توضع جانباً والتحادل الأفريقي عليه دور هام يقوم به وأخيراً فإن الضمان وصول المساعدة الإنسانية للمدنيين ضروري وإن الهجمات الجديدة بحق الفعالين الإنسانيين غير مقبولة وقد صدمنا مؤخراً بقتل ثلاثة عاملين إنسانيين في واو ومؤخراً وستة أخرنا في أذار مارس ومرتكب هذه الجرائم وأي نوع من هذه الجرائم ينبغي أن يحاكموا وينبغي أن يقدم الدعم الكامل للأنمس وهي تسعى لحماية المدنيين ونرحب بتشكيل الأقوى الذي اعتمدته البعثة مؤخراً ولكن إنها ظل مقيدة في تحركاتها وتواجه كذلك عرقيلة بيروقراطية تمنعها عن أداء مهامها ومهمتها التي أصبحت أهمة الآن من أي وقت مضى والأطراف في جنوب السودان ينبغي أن تدين هذه الممارسات إدانة قاطعة وأخيراً حظر الأسلحة كما أوصى فريق القبراء مرة أخرى فإن فرنسا تؤيد حظر الأسلحة منذ فترة طويلة هذا شرط الأغنى عنه لحماية المدنيين ولتهيئة الأوضاع اللازمة لحوار سياسي حقيقي وأخيراً فإن مجال العمل التالي هو حل سياسي ولتحقيق هذا الهدف علينا أن نكون موقعيين فإن زيادة الاشتباكات مؤخراً بين قوات الحكومة والمعارضة وجمعات مسلحة مختلفة هذه الاشتباكات تظهر أن الأطراف تواصل زيادة إمكانياتها العسكرية وهذا النوع من السلوك للأسف يوضح جلياً أن الأطراف في جنوب السودان تختار الحل العسكري على حساب السياسي وبالتالي تتجمد أكثر وأكثر الحلول السياسية واتفاق السلام 2015 يبغي أن يظل هو الأساس للحل في جنوب السودان وإن الحكومة الانتقالية وحكومة الوحدة الوطنية هي مسؤولة عن هذا لأنها نفسها كانت نتيجة الاتفاق وهذا كذلك واقع على عاتق الأطراف كلها في جنوب السودان لضمان تنفيذ التفاق والحوار الوطني ليس قيماً إلا إذا اتسم بالشمول وشارك فيه كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني وينبغي أن يكون شفافاً ومحايداً ومستقلاً وأن يحدد الحلول الدائمة للمصاعب التي توجهها البلاد وهنا نرحب بغيس السيد فريسوس مارجاي وممثل غيس آلية التحقيق المشتركة سيد فريسوس مارجاي وكذلك الموصل الرفيع للاتهدل الأفريقي سيد ألفا عمار كوناري وينبغي أن يقدم دعماً قوياً واهتماماً مستمراً من المجتمع الدولي وخاصة من الإيجاد والاتهدل الأفريقي وقطعاً من هذا المجلس ونود كذلك أن نجدد دعمنا لاهتمام ومشاركة الأمين العام لتوفير زخم إيجابي في هذه المساعي وأخيراً فإن المجلس لديه أداة مناسبة هنا وهي الجزاءات محددة الهدف علينا أن نتردد في فرضها حين يستبعي هذا الوضع وهذا سيطبق كذلك على مرتكب مخالفات عقوق الإنسان ومخالفي القانون الإنسان الدولي سيئة الرئيسة إن الأوضاع واضحة وينبغي على المجلس أن يحيط علماً بكل العواقب إذا كانت توقعاته كما تحددت في 23 من أذار مارس تم تجاهلها من الأطراف ومع نحن والإيجاد والإتعالي أفريقيا بغي أن نتحرك لضمان أن الأسلحة تصبط في جنوب السودان وأن المعاناة تتوقف للمدنيين وشكراً أشكر فرنسا وأعطي الكلمة الآن لممثل اليابان شكراً سيدتي أود في المستهل أن أرحب بسيد ديفيد شير ممثل خاص للأمين العام وأن أشكره على تقديم هذه الصورة الحية للأوضاع في الميدان يقدر اليابان ويدعم جهود كرامية لجلب السلام لسكان جنوب السودان في ظروف عصيبة كما أشكر جورجي على المعلومات المحينة وأشكر السفير فوديسك على رئاساته النشطة جداً للجنة الجزاءات المعنية بجنوب السودان لقد شهدنا ويا للأسف أحداثاً مقلقة جداً في جنوب السودان وهذا يضم العنف المتواصل في جميع أرجاء البلاد واستهداف المدنيين لا سيما على الجيش التحرير ومواصلة القيود على التنقل والمجاعة وأن العدد الهائل ثلاثة ونصف مليون شخص زهاء ثلث السكان قد اضطروا للتشرد والكثير منهم من النساء والأطفال كما روعنا مقتل عاملنا في المجل الإنساني حيث سجل أربعة عشر مقتلاً في عام 2017 فقط هؤلاء العاملون الشجعان لم يكن ذنبهم سوى مساعدة سكان جنوب السودان على الحكومة أن تفي بمسؤوليتها الأولى المتمثلة في حماية المدنيين وفي الثالث والعشرين من مارس المنصر متحد المجلس في اعتماده بياناً رئاسياً دعا لاتخاذ خمس خطوات بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم واستماح بوصول مساعدات الإنسانية وتذليل كل العقبات التي تحول دون قيام البعثة بعملياتها ومن المخيب للأمل جداً أن ما من شيء أنجز لحد الآن وعلى الرغم من مشاركة الرئيس كير الشخصية في قمة الإيجاد في 25 من مارس المنصر فإنه لم يعلن بعد عن وقف إطلاق نار وحادي كما جرى الاتفاق على ذلك في البيان يناشد اليابان من ثم جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة أن تفيد وعدها فوراً وببيان الرئيس وفي هذا الصدد فإننا أحطنا علماً بإقرار حكومة جنوب السودان بأن حواراً وطنياً شاملاً ضروري تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد ونجدد من ثم أهمية شمول وإشراك الحوار الوطني ونحن مستعدون لتقديم الدعم للحكومة لتحقيق هذه الغاية كما أن الدعم الإقليمي تزداد أهميته لتوجيه رسالة واضحة لجنوب السودان لقد شهدت الأشهر الماضية تطورات كثيرة في شهر الماضي فقط شهدنا زيارة للممثل الخاص الاتحادي الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جنوبي السودان بالإضافة إلى البيان المشترك بين مجلس السلام والأمن تابع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الأمم المتحدة واجتماع القمة للإيقاد ولقاء الرئيس موغي ويذرياك مشار نحن نرحب بهذه الجهود ونشجع المنطقة برمتها على تعزيزها كما أن نقدر دعم بلدان الجوار التي تحتضن قرابة 1.7 مليون من اللاجئين من جنوب السودان نحن نرحب من جهة أخرى بتقرير المتابعة عقب التحقيق الخاص بخصوص العنف في جوبا في يوليو المنصر ويشجعنا أن البعثة قد عززت قدراتها في مجال حماية المدنيين بما في ذلك من خلال تعزيز الدوريات ومن خلال تعزيز تخطيط الطوارئ وأمن الموظفين يعد كل ذلك من أوجه التقدم الإيجابية ولكن لابد أن يواكب هذه المبادرات جهود حقا من حكومة جنوب السودان ولذلك فإن اليابان يجدد نداءه لتعاون الحكومة جنوب السودان بشكل كامل مع البعثة في تنفيذها ولايتها بما في ذلك من خلال النشر المبكر لقوة الحماية الإقليمية وفي الختام يظل المجلس متحدا في دعم التزامات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمين العام لدعم هذه العملية السلمية بشكل جماعي نحن نؤمن أن مواصلة انخراط الأمين العام في هذه الجهود تكتسي أهمية خاصة للبناء على البيان الصحفية المشترك للتاسع والعشرين من يناير المنصرم ونحن من جهتنا نظل ملتزمين لسلام واستقرار جنوب السودان شكرا شكرا وعطي الكلمات الآن يوم مثل إيطاليا شكرا سيداتي أشكر السيد ديفيد شيرر على هذه الإحاطة المحينة لتطوراتي في جنوب السودان وأسعدنا أن نرى أن بعض الإجراءات قد اتخذت لتحسين حماية المدنيين ولإنشاء مناطق خالية من الأسلحة يمكن للأنمس أن توصل التعويل على دعم إيطاليا ونشكر السيد فوديسك رئيس لجنة الجزاءات المعنية بجنوب السودان وغوربي على الإحاطة التي قدمها لنا بالنيابة عنه كما ذكرنا في 31 مارس اعتمد هذا المجلس بينان رئاسين بخصوص جنوب السودان ونحن نرى حاجة لتكرار المسائل الخامس التي طول بجنوب السودان باحترامها وقف إطلاق النار الفوري وإزالة كل العقبات في وجه مساعدات الإنسانية ودعم جهود وساطة الاتحاد الأفريقية والأمم المتحدة والإيقاد وإزالة العقبات المفروض على الأنس وآلية الرصد ونشر قوة الإقليمية ووضع حد للهجمات التسهدف والعملين في المجال الإنساني والمرافق وعشية تاريخ الإنقضاء 30 من أبريل والذي حدده البين الرئاسي يوسفنا أن نقول أن الأوضاع قد تدهرت على أصعدة الخامسة وعلى الرغم من بيان الإيقاد في 25 من مارس المنصر فإن وقف إطلاق النار لم يعلن عنه في جنوب السودان وكما ورد في التقليل المحيين الأمين العام فإن الصدامات تساهم في نزوح المدنيين من البلاد وإن التقليل النهائي لفريق الخبراء قد بينا أن العمل العسكري متواصل على طول الخطوط العرقية وما زال وصول المساعدات الإنسانية يتعرض للاعتداءات على الموظفين وجرى إرجاء الحوار الذي علنت عنه الحكومة لأجل غير مسمى ونتيجة لذلك فإن انتفاق السلام ينتهك بلا هوادة ولا يحصل الحوار الوطني المنشود وإن النساء وأطفال جنوب السودان أول ضحايا عدم الامتثال لهذا الاتفاق يجري تجين الأطفال وانتهاك حقوق الإنسان ويرتكب العنف الجنسي والجنساني والإفلات من العقاب والعنف الجنسي والجنساني تكتيك حرب كل هذه المحركات هذه المأساة سيدتي لا يمكن تحقيق السلام بدون المساءلة وكل من يعتقد أن الحل عسكري واهم هذا سيؤدي لبلدان لتوليد روح الانتقام الأجيال المقبلة ندعو جميع الأطراف الالتزام وقرارات المجلسة الصلة والتعاون مع الأنمس والسماح بالنشر الفوري لقوات الحماية الإقليمية ونحن سنواصل دعم الدبلوماسية المكوكية لسيد ألفا كوناري بدعم السيد شير والرئيس موغاي والإيجاد وندعو جنوب السودان لتصرف بوحدة بحيث تكف كل أطراف عن الأعمال العدائية ما من سلام في جنوب السودان اليوم نهيك عن الأمن وإن أثر الصراع على المنطقة وتأثيره على اللاجئين وتدفق الأسلحة أن يزيد الأوضاع خطورة وبعد إحاطة شهر الماضي فإن نرى أن الجهود الرمي لإحتواء هذه المأساة لم تجدي نفعا ويؤسفنا ما نراه ولذلك ففي الأسابيع المقبلة سيتعين على المجلس أن ينظر بإمعان في الخيرات المتاحة له لإقناع جنوب السودان بعودة وإعادة الاستقرار للبلاد شكرا أشكر ممثل إيطاليا وأعطي الكلمة الآن لممثل الصين سيدتي تشكر الصين الهولية المتحدة الأمريكية على العقد هذا اللي شمعه نشكر السفير سيس وسيد شيرر على الإحاطتين إن الأوضاع تظل وتتسم بالتعقيد الشديد ويبدو فالرئيس كير يدعو للحوار ولكن تطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في جنوب السودان تواجه تحديات هائلة ويلفت انتباهنا حدة وخطورة المجاعة والتي تجعل من الصعب تحقيق السلام المستدام تدعو الصين المجتمع الدولي أن تقدم مساعدة في مجالات ثلاثة الآتية أولا لا بد من مواصلة النهود بعملية تسوية في جنوب السودان لذلك أن تحقيق السلام والاستقرار هو مسعى المشترك للجميع والحل السياسي هو المنفذ الوحيد لهذا الملف إنما على المحك وهو دعوة المجتمع الدولي جميع الأطراف العدول عن العمل العسكري والكافة عن العمل العدائية والعودة لمسار الحل السياسي من خلال تنفيذ اتفاقي السلام بصدق نرحب لجهود رئيس كير لاحتضان حوار وطني ونتطلع لبدئه بشكل مبكر بالمشاركة الحثيثة لجميع الأطراف في جنوب السودان تدعم الصين جهود الإيقاد والاتحاد الأفريقي وكل الأطراف الأخرى لمساهمة بشكل فعال في العمليات السياسية في جنوب السودان ونأمل أن الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأم المتحدة ستزيد من تنسيقها وأنها ستوجه رسالة موحدة لتضافر الجهود ثانيا تقديم المساعدة للأنمس لتؤدي البعث ولايتها بشكل أفضل أمن حفظتي السلام والتصدي بشكل أفضل لتعقيدة الأوضاع ونأمل أن الأمانة ستزيد من تنسيقها مع الحكومة والإيقاد لنشر قوة الدعم الإقليمية وللتصدي لأي مشكلة قد تطرأ ونأمل أن حكومة جنوب السودان ستنفذ قرارات مجلس الأمن على النحو المطلوب والبيانة المشتركة الصادر عن المجلس ونحن نؤيد تنفيذ الأنمس ولايتها بشكل أفضل ونشر القوى الإقليمية ثالثا من الأهمية بمكان أن يواجه هذا المجلس رسائل أكثر إيجابية وحماسا في الظروف الراهنة على المجلس أن يشجع جميع الأطراف في جنوب السودان لتخوض في الحوار والتزامها بالأمن والاستقرار والتنمية أن المجتمع الدولي أن يقدم دعما مناسبا وفي وقته لمساعدة شعب جنوب السودان على مواجهة الصعاب الحالية ونلاحظ أن فريق خبراء لجنة الجزاءات قد قدم مؤخرا تقريرا وتؤمن الصين بأن أي تحرك من هذا المجلس يجب أن يكون حذرا وأن يؤدي للنهوض بعملية تؤدي لحل سياسي وأن يكون شرطا مسبقا لجهود الحوار التي تقوم الإيجادة بالوساطة فيها سيدتي نظرا لحدة وخطورة المجاعة المحدقة في جنوب السودان وردا لطلب الأمم المتحدة فإن الحكومتنا قد قالت وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدة قيمتها 5 مليا ملايين دولار وبشكل ثنائي فإننا سنرسل ما يزيد على 8 ألاف طن من الأرز للجنوب السودان وسنواصل أداء دورنا البناء لإعادة السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان شكرا أشكر ممثل الصين المعقر وعطي الكلمة تابعاً لممثل السويد أود في المستهل أن أشكر الممثل الخاص شيرر على إحاطته القاتمة ولكن نهنئه على طريقة النشطة التي بدأ بها عمله ونهنئه سك على ترأسه لجنة الجزاءات كما أشار زملاء كثيرون صباح اليوم منذ أقل من شهر التقى هذا المجلس على الصعيد الوزاري للاتفاق بشأن بيان رئاسي بخصوص جنوب السودان دعونا لوضع حد للعنف وتعزيز المساعدة وصول المساعدة الإنسانية وسماح الأنمس بأدائها مهمتها ودعم تنفيذ اتفاق السلام وبعد انقضاء يومين في 25 مارس فإن رؤساء دول الإيجاد أصدروا بيانا قرروا فيه فتح كل المعابر الإنسانية فورا وإن القمة الاستثنائية قد أعلنت أن حكومة جنوب السودان قد وفقت على وقف إطلاق النار بشكل أحاثي ولكن في الشهر الذي تلى فإن كل الأطراف ما من طرف قد وفى بأي من هذه التعهدات لا بل إن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية وسط دهورها كما سمعنا صباح اليوم الملايين جوعة والملايين مشردون داخل البلد أو خارجها خارجه ويتوصل القتال والعنف العرقي مقلق للغاية هذه كارثة من صلع الإنسان كما وصلتنا تقارير بخصوص مستويات عالية من العنف الجنسي والجنساني في واو وباشوك وملكال وهذا مروع ومع ذلك وعلى الرغم من زيادة هذا اليأس والمعاناة فإننا ما زلنا نرى رفضاً لوصول مساعدات الإنسانية وعدم اتخاذ أي إجراءات لوضع حد للصراع أو لبناء السلام وفي حين أن الأطراف المتناحرة واصلت حرب الاستنزافي هذه يتعين علينا أن ندرك أن الحل السياسي هو الحل الوحيد وأن التزام الجميع بوقف إطلاق النار أمر أساسي لإحراز أي تقدم سياسي وإن عملية من هذا القبيل يجب أن تحظى بدعم الاتحاد الأفريقية والأم المتحدة والإيجاد لتفعيل حوار سياسي شامل بمشاركة النساء بشكل كامل وفعال إن المدنيين الأبرياء المحتجزين في شارك الحرب الأهلية لا يمكنهم أن ينتظروا أكثر من ذلك وفي حين أن جهود إيجاد حل سياسي تتواصل فالحاجة بارزة لمعالجة الأوضاع الإنسانية لتلافي تداعيات كارثية لابد من السماح العاملين في المجال الإنساني أن يؤدوا أعمالهم من غير المقبول أن يظل جنوب السودان من أخطر مناطق العالم للعملين الإنسانيين وسمعنا صباح اليوم أن برنامج الأغذية العالمية قد اعترضته عوائقه في جنوب السودان وهذا أمر غير مقبول لقد أشارت قيل الأمين العام أن إجراءات الحكومة تتغير بشكل دوري وأن التعطيل أو الرفض يبدو أنه منهجي أكثر منه طارق وأن أي تلاعب بوصول مساعدات الإنسانية غير مقبول ويجب أن يتوقف ندعو جميع الأطراف الصراع أن تفي بالمبادئ الإنسانية وأن تفي بالتزاماتها بمجب القانون الإنساني الدولي إن وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون قيود يجب أن يضمن سيدتي إن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لابد أن تتحدد هوياتهم وأن يحاسبوا يمكن للمساءلة أن تكون رادعا فعالا ضد ارتكاب الفضائع ولذلك فإن نشجع رئيسة المجلس على المضي قدما بمقترح فريق الخبراء والقاضي بأن يوجه رئيس مجلس الأمن رسالة لرئيس مجلس حقوق الإنسان والمفاوض السامي لحقوق الإنسان يطلب فيها أن تتلقى لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان كل الدعم وكل أدلة لأداء مهامها سيدتي من الأساسي أن يظل هذا المجلس متحدا ولا أرى سببا لألا نكون متحدين علينا أن ندعم جهود ممثل الاتحاد الأفريقي رئيس كوناري ورئيس جيماك رئيس موغاي كما أن علينا أن وصل التنسيق عن كثب مع القادة الإقليميين ليستخدموا نفوذهم على جميع الأطراف يمكن المنطقة أن تؤدي دورا أساسيا ولكن هذا لا يعني أن هذا المجلس يمكن أن يتنصر من مسؤولياته ولذلك فإننا نرحبه بالدور الرياضي الذي يطلع به الأمين العام ونشجعه على مواصلة التفاعل بخصوص هذا الملف وأن يستخدم مساعيه الحميدة وأن يجعل المنظومة كلها تلتأم كما أننا نرى أن المبعوث الخاص شيرر والمبعوث الخاص للمنطقة لديهم دور أساسي يؤديانه في هذا المضمار سيدتي كلما دام هذا الصراع فإن الحقد العرقي وانشطار المجتمع في جنوب السودان سيتواصل وهذا سيزيد من وعورة السبيل المصالحة والتعافي والسلام وذلك علينا أن لا نقل جهدا لوضع حد العنف والإحليل السلام شكرا شكرا وعطي الكريمات الآن وممثل الاتحادي الروسي نشكر سيد شيرر على إحاطته بخصوص الوضع في جنوب السودان كما نشكر سيد سيس نائب رئيس نائب ممثل السنغال لتقديمه إحاطة بخصوص أنشطة اللجنة المنشأة عملا بالقرارة 2026 ونرحب بالالتزام الشخصي لسيد جوتيريش لإيجاد حل لأصرع وندعم الجهود الرامية لتنسيق الجهود تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيقاد لضمان الأمن والسلام والاستقرار في جنوب السودان ونحن نرى أن على الإيقاد أن يؤدي دورا رياديا في هذه العملية نحن نلاحظ بشكل عام الالتزام الدائم للأمين العام بتوسيع رقعة التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدون الإقليمية لحل أسوأ الأزمة في القارة بمعنى إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية بدعم الأمم المتحدة بما في ذلك في جنوب السودان ونشيد بزملاء الأمانة والذين قدموا تقييما متوازنا في تقريرهم الشهري ونتفق مع مقيلة بخصوص إحراز شيء من التقدم للتحضير لنشر قوة الحماية الإقليمية والجدول الزماني للأفريق المتقدمة قد تعطل بعض الشيء ولكن ليس هذا بسبب جنوب السودان ومن الواضح الجالي أن الحكومة قد تعاونها من خلال تخصيصها أراضي للانتشار الأولي وندح مختلف الأطراف التعاون مع جوبا لحل كل مشاكل المعلقة المتعلقة بالأنمس وهذا يضم فيما يضم إنشاء هيئات لحل القضايا المتصلة بتقديم التأشيرات وتحديد ترتيبات نشر القوات الإقليمية وحفظ وضع حفظ السلام وندعو الأمين العام لتعاون بشكل كامل مع جميع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة في الأنمس ولطالما دعونا للحوار المحكم وأثنا إلى سيما في بعثات تنشط في ظروف خطرة كهذه نحن أيضا منشغلون حياة الأوضاع المأساوية في البلاد ونحيط علما بجهود أوتشا لتحسينها وندعو جنوب السودان لضمان الجهود المؤدية لتقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها وهنا نرحب بإعلان الرئيس كير بسماحي لوصول مساعدات الإنسانية في المناطق التي تعاني من الجوع وسنكون مقصرين أن نحن لم نشر لدعم بلدان الجوار لجنوب السودان لسيما السودان الذي فتح المعابر في منطقة بنتيو بالإضافة إلى احتضان أغندا عادا لا يستهن به من اللاجئين وفي الوقت ذاته فإننا نريد أن نؤكد أن من ضمن الأسباب الجدرية للجوع في مناطق كثيرة من جنوب السودان المسألة ليست مسألة أمنية محضن لبل في مناطق محاذية ككينيا والصومال فالأزمة ما ردها ترد المناخ وقال ذلك ممثلون عن الأمم المتحدة مختصون في هذا المجال ونحن نرى أن السلام في جنوب السودان لن يعود إلا من خلال وقف الأعمال العدائية والخوض في حوار شامل وفي هذا السياق فإننا نرحب بإعلان رئيس كيل الشروع في حوار وطني لتنفيذ اتفاق السلام ومن حيث المبدأ فإننا نرى أن معايير ومدونة سلوك هذا الحوار يجب أن يكون من عمل جنوب السودان ونعتقد أن إلقاء اللائمة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بمفردها بسبب هذا العنف غير عادل لأنها كانت قد أعلنت بشكل أحادي عن وقف الأعمال العدائية ويحب ذا لو أن المعارضة اتخذت مبادرة مماثلة ونرى أن مسائل التحكم والسيطرة ونعدم الانضباط في القوات هو المشكلة نذكر أن هناك انقسامنا في القوات المسلحة بين مؤيد مشار وكير بالإضافة إلى المناوشات بين مختلفة المجموعات العرقية سيدتي إن موقفنا فيما يتعلق بتعزيز الجزاءات ضد جنوب السودان لم يتغير إن السلام المستدام في جنوب السودان لن يتم من خلال حضر لحضر الأسلحة وإنما خلال إجراءات المستهدفة لنزع سلاح المدنيين وإعادة إدماجهم في المجتمع كما نعتقد أن من أهمد بمكان أن نستمع لآراء بلدان المنطقة والتي تقول إن زيادة الجزاءات ضد الجوبة لن تكون مفيدة وفي هذا السياق نشير إلى إزدواجية مواقف بعض البلدان هنا والذين يدعون لحضر الأسلحة وخارج هذه القاعة يضغطون على أعضاء فريق الخبراء لألا يحققوا في توفير همي تلك البلدان الأسلحة لأطراف المتناحرة في جنوب السودان شكرا الكلمة للسنغال سيدتي يود وفد السنغال في المستهل أن يشكرك على تنظيم هذه المشاورات بخصوص الأنمس وهذا يشكل فرصة لي لأواجه الشكر لسيد ديفيد شيرر الممثل الخاص للأمين العام على بيانه المهم وعلى الجهود المهمة التي بادر بها منذ توليه رئاسة البعثة إن الأزمة التي تعصف بجنوب سودان منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام أنهم تتطلبوا تحركاً عاجلاً لوضع حد الانتهاكات حقوق الإنسان وضمان أمن المدنيين والذي شرد منهم مليون وأربعمائة ألف شخص داخل البلاد إذا ما أضفنا لذلك المجاعة التي تسود في مناطق عديدة من البلاد أصبح من الضروري أن يتصرف المجتمع الدولي بشكل سريع لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب المجاعة ولمنع تصعيد العنف ولذلك فإننا نطالب أطراف الصراعي المختلفة أن تستأنف الحوار وأن تعيد إحياء تنفيذ الاتفاق بخصوص وضع حد للنزاع وفي هذا السياق فإننا نرى أن حملية الحوار الوطني التي بادر بها الرئيس كير في ديسمبر المنصر إن كان الحوار شاملاً وحراً وشفافاً قد يؤدي دوراً حاسماً لإعادة سلامه في البلاد فيما يخص الأنمس يعرب وفد سنغال عن التقدم العملي الذي لمسناه في التحضيرات التي تسبق نشر قوة الحماية الإقليمية بما في ذلك من خلال الوصول المرتقب لأول دفعة من هذه القوة في انتظار ما ستمنح حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من ترخيص وفي هذا السياق فإننا نحيي منح الحكومة قطعة أرض ثانية كانت مطلوبة للمعسكري الشمالي للقوة الإقليمية وتحديد موقع على بعد عشر كيلومترات من جوبا ستقيم قدراته الأنمس كانت الأنمس قد أمنت موقعاً للأراضي المخصصة على هذا القرب من المطار لتكون مقراً مؤقتاً للكتيبة الرواندية ولكننا ندعو المزيد من التعاون من الحكومة الانتقالية بخصوص تقسيم مهام القوة الإقليمية في جوبا ونشجع سلطات على اتخال الإجراءات الضرورية لكي تنتشر القوة بلا إطالة في تلك الأثناء فإن البعثة تواصل مواجهة عادل من العوائق في أنشطتها وعملياتها اليومية ومن جملتها نلاحظ أن طلبات تأشيرات لموظفي البعثة لم تجد رداً إيجابياً منذ يناير المنصر وهذا يعد انتهاكاً لاتفاق وضع القوة ويؤثر سلباً على قدرة تخطيط الأنمس بما في ذلك قوة الحماية الإقليمية ويتدارك ذلك فإن ندعو الحكومة الانتقالية للتعاون لسيماً من خلال إنشاء مكتب يطلع بمنح التأشيرات وكل الترخيص ذات الصلة وأما فيما يخص القيود المتكررة المفروضة على حرية تنقل البعثة فإنها تواصل تقويض قدرتها على أدائها عملها بشكل سريع في حال استهداف المدنيين في ظل العنف الأرقية المتزايد وانتهاك اتفاق موقع القوات وإن الهجمات المستهدفة وتهديدات ضد العاملين الإنسانيين تتواصل بالإضافة لتقييد وصول مساعدة الإنسانية في بعض مناطق البلاد السيما في واوية وبحر الغزال الغربي بشكل عام فإن الأوضاع الأمنية في البلاد توصل تدهورها في الكثير من المناطق وتدعيات هذا العنف المكثف قد بلغت مستويات غير مسبوقة إذلك فإننا ندعو كل الأطراف لوقف العنف فورا لسماح الأنمس والعملين في المجال الإنساني الوصول للمدنيين المحتاجين لأن القيود لو تواصلت قد تؤدي لتفاقم الأوضاع وسيعاني من ذلك السكان المحليون لا محالة وهذا يعني أن علينا أيضا أن نحيي جهود الأنمس والتي تواصل على الرغم من كل الصعاب عملها في ظروف معادية ووجب علينا أن نشيد بالبلد المساهمة بقوة لتفانيها وخدمتها القضية شكرا أشكر ممثل السنغال الموقر وأعطي الكلمتها الآن لممثلي أوروغوين شكرا سيدة الرئيس اسمحي في المستهل أعود أن أرحب الممثل خاصة من عمل سيد ديفيد شيرير وحيث أن المرأة التي يقدم فيها حاطة أمام المجلس أود أن أعرب له عن خالص تمنياتنا بالنجاح في أداء مهامه في هذا الدور الجديد ونشكر سيد شيرير على الأحاطة والتي بها إشارة إلى آخر مسجدات في جنوب السودان ولقد حضنا علما بعناية بكل ما ورد بإحاطته أود أيضا أن أشكر الزميل جورجي على إحاطته حول عمل وفد السنغال في رئاسة اللجنة المشاعمة بالقرار ألفين مائتين وستة وهي اللجنة برئاسة السفير فوديساكا إن الأورجواي تشعر بكثير من القلق إذا تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية نؤكد على أنهما من حل العسكري لهذه الأزمة ونطالب كل الأطراف السياسية في جنوب السودان وقف الأعمال العدية في هذا البلد ونؤكد هنا على نقطة مفادها أن حكومة جنوب السودان تتحمل المسئولية الأساسية إزاء حماية مواطنيها وتأكد من مساءلة من يرتكبون الجرائم ويجب التوصل إلى حل سياسي للنزاع وذلك من خلال الحوار الخالص والذي يتمتع بالشفافية ومصدقية وذلك على أساس الاتفاق 2015 وقد أكد الأمين العام الرام تكرارا قد أكد الأمين العام الرام تكرارا أن الأطراف يجب أن تلتزمها بالاتفاق وأنه يجب بدء الحوار وهذا يجب أن يشمل كل الأطراف المعنية في 23 من مارس الماضي المجلس اعتمد بيانا رئيسيا يطالب الأطراف بالنزاع باعتماد خمسة دبير بدءا بوقفة لقنار والتسوية السلمية للنزاع والالتزام بها وإزالة كل العواق أمام عمليات البعثة وعمل الموظفين الإنسانين وفي البيانة الرئيسية المشار إليه المجلس أعرب عن عزمه أن يتابع تقدم المتصل بالوفاء بهذه التدبير بموعد أقصى الثلاثين من إبريل وبعد اعتماد البيانة الرئيسية بشهر نأسف أن الالتزام بتدبير الخمسة يتسم بوتيرتين بطيئة وأنه ما من عناصر قائمة والأطراف تواصل الأمالية العسكرية وتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين وذلك في مخالفة صارخة لأقل الإنسان الدولي والأقل الحلسان والوضع الإنساني في جنب السلم قد وصل إلى نقطة خطيرة ولقد رأينا بداية المجاعة في أكثر من منطقة بهذا البلد وفي غضون هذا الوقت ينفد والملايين من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة يعانون بشكل متواصل والأوضاع تتهور كم من الوقت سنظل ننتظر ونراقب فقط لقد عقدنا نقاشا مفتوحا حول السلم بين حقوق الإنسان والسلم والأمن وجنوب السودان يمثل نموذجا لما لا يجب أن يتكرر أبدا في أي بلد كان خلال زيارة المجلس لجنوب السودان منذ ست أشهر مضط رأينا أشياء بأم العين وتابعنا ما وقع عام العنف في شهر تموز يوليو عام الماضي ونعرف الظروف المروعة وظروف العيش الصعبة التي يعاني منها المشردون الداخليون وكل هذا يجب أن يحثنا على التصرف وعلى وزع قوة الحماية الإقليمية ونشر هذه القوة لا يجب أن يؤجل أكثر من هذا وفي ذات السياقة سيد الرئيس أود أن أشهد بالعمل المعقد الذي تؤديه بعثة المتحدة بجنوب السودان وشركاء الإنسانيين وشركاء الإنسانيون وهم يقدمون المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها وذلك في ظروف صعبة للغاية لهذه العمليات ونظرا لهذا فأنه من غير المقبول أن تعاني البعثة والموظفين وكذلك الموظفون الإنسانيون من عوائق إضافية من في ذلك تقييد الحركة من في ذلك أعاقة عمل الدوريات والعمليات الإنسانية كذلك ويجب أن يواجه رفض وتأخير في وصول الموظفين إلى هذا البلد ودخولهم البلد وهذا كله يعد أعاقة لأداء المهم الأساسية لهذه البعثة بمجمع الولايات وأنه حثو حكومة جنوب السودان على اجتزام بشكل كامل في سياق تنفيذ القرار 2327 من في ذلك نشر قوة الحمال الإقليمية وكل القيود يجب أن توقف ختاماً أود أن أشيد بالجهود الجهيدة لأمين العام وفريقه من الأمانة حيث يقومون بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن التحقيق المستقل الخاص في أداء البعثة وذلك استجابة للعنف الذي تفجر في جوبا في يوليو من عام 2016 إن الأرغاء تعتقد أن تنفيذ هذه التوصيات سيساعد البعثة تحديداً ويمكن لكل حفظة السلام أن يستفيد منه وذلك لكي يعززوا من فعليتهم في حماية المدنيين وكذلك سيد هذا إلا تحسن في سياق خطة طوارئ وكذلك تعزيز الجهود من يقومون بحذة السلام وهذا يؤكد على فعليت عمال حفظ السلام شكراً لأرغاء أعطي كلمة لبوليفيا شكراً لأرغاء أعطي كلمة لبوليفيا شكراً لأخذها في الاجتماع لهم أشكر أيضاً الموثل الخاص لألمي العام ورئيس البعثة السيد فيتشيرر على إحاطته نود أن نؤكد له على كامل دعمنا لكل جهوده وجهود الفريق بشكل شخصي نرحب بتقرير نائب الممثل الدائم لسنغال السيد جورجي سيز وذلك في سياق عملي اللجنة المنشأة عملاً بالقرارة ٢٠٠٦ برأسة سنغال الوضع الحالي في جنوب السودان مقلق للغاية جزء كبير من السكان يعانون من انعدام الأمن بشكل خطير وذلك بسبب استمرار المصادمات بين مجموعة المسلحة ميدانياً ويواجهون أيضاً أسوأ أزمة منذ استقلال جنوب السودان نؤكد على كامل دعمنا لجهود الأمين العامة للأممتحدة وهو يسعى لإيجاد حل وذلك لاستدامة السلام والاستقرار في هذا البلد والعمليات المتصلة بالحوار الأساسية ويجب أن تستمر بشكل شفاف ويجب منع وصول المساعدة الإنسانية ونحن يجب أن نعزل الجهود في هذا المنعطف ونشده بالدور الأساسي الذي يتلعبه منظمات الإقليمية وذلك في سياق تسوية النزاع ونرحبه في هذا السياق البيان الصادر عن القمة الثانية وثلاثين لرؤساء دول الحكومات للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية إيجاد ونطالب بعفو عام يسمح بمشاركة كل الأطراف في الحوار الوطني ونطالب كل أطراف بالعمل مع الحكومة على أساس هذا وذلك لضمان عملية سياسية شاملة تتاح فيها فرصة لكي يعرب كل طرف بجنوب السودان عن احتياجاته ووجات نظره وفي سياق عمل المجلس والاتحادة الفريقية وكذلك في سياق المساعدة الحميدة لجين عفوا للألال المشتركة للتنسيق وهذا كله أساسي لكي يكونك حوار شامل ويتسم بالمشروعية السيد الرئيس نشعره بالقلق إذا المصادمات في وامباهوك ونأسف أن المصادمات أدت إلى مقتل ألف شخص ونتمنى أن يتم مساءلة الجناء وذلك عقب خطوات تقاض ملائمة ويجب توفر عوامل العدالة الانتقالية لأنه لا يمكن أن تمر هذه الجرائم دون عقب ولذلك نطالب تنفيذ اتفاق السلام والفصل الخامس تحديدا واتخذ كل خطوات اللازمة لضمان أن تكون العدالة ناجزة وذات مصدقية وبالنسبة لنشر قوة الحماية الإقلمية نرحب بالتقدم المحرز ولذلك نطالب كل الأطراف لمصادة العمل على الأمر وذلك لنشرها بأقرب فرصة ممكنة وذلك لكي تفيه بالهدف الأساسي من تأسيسها وهو ضمان سلامة وأمن المدنيين في جنوب السودان عفوا وبالنسبة للمسار الإنسانيين نشير إلى النقطة طرحها السيد ستيفن أوبراين وكلا من نطالب المجتمع الدولي والهئة الدولية بتوفير مساعدة الإنسانية حتى تستطيع الأدشاء أو مكتب تنصيق اللغة الإنسانية من منع المجاعة في ولاية الوحدة ووفقا لمعلومات المكتب فإن الموارد المالية ليست متاحة بقدر الكافي حاليا تقريبا بالنسبة تقل عن 70% ما هو لزم ونطالب حكومة جنوب السودان بأتعاون بشكل كامل مع البعثة حتى تفعي الولايات ببعثتها وذلك من أجل ضمان وذلك أيضا في ذات السياق الخاص بضمان سلامة وأمن الموظفين الذين يقدمون المساعدة لمن يحتاجون إليها في هذا البلد ختمة بوليفية أرحب سيد الرئيس بكل جهود البعثة والعملين بالحق الإنساني الذين يسهمون ببطولات مجيدة وجهود مقدرة في أخطر الظروف للعمل ويعملون بكل تفان ومهنية شكرا جزيلا سيدة الرئيس شكرا ممثل بوليفيا وأعطي كلمة الآن لممثل كازاخستان شكرا سيدة الرئيس أود أن أنضم إلى من سبقني بتوجيه الشكري للممثل الخاص لأميل عام شيرر وتهنئته على منصبه الجديد وأيضا ساعدة نائب الممثل الدائم للسينغال على الإحاطة الشاملة كازاخستان لديها موقف ثابت أنهما من حل العسكري للنزاع وندعم البيان الصحفي المشترك الذي صدر عن اتحاد الفريقية والإيجاد دول المتحدة بتاريخ 29 من يناير 2019 وكذلك البيان الصدر عن الإيجاد بتاريخ 25 من مارس أذار 2019 في وقع الأمر الحوار الذي يشمل كل أطراف والذي يتسم الشفافية وكذلك تنفيذ اتفاق السلام سيأدون إلى مصلحة حقيقية وبالتالي يؤسسون لسيادة القانون ولذا مجتمع دولي يجب أن يقدم كل سبل الدعم للحوار الوطني في جنوب السودان كازاخستان تشعر بالقلق أن بعثة الأموة تحت بجنوب السودان تلاجه عقابات بشكل منتظم هناك عوائق برقراطية وقيود مفروضة على عملياتها وعلى حرية الحركة أثناء تنفيذ الولاية أي باثة حظ سلام يجب أن تلتزم الحكومة المظيفة بالتعهدات الموضحة في اتفاق وضع القوات حتى يتسنى لها أن تتمتع بالفعل ويساعد أن الرئيس كير خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الحالة الفريقية السيد موسى فقيه محمد خلال القمة في 26 و27 من مارس قد أكد على موافقته على نشر قوة الحماية الإقليمية نقوم ب عفوا نعرب عن امتدان لحكومتها إثيوبيا ورواندا على نجاح تنسيق كل الجهود المتصلة بنشر الوحدات التابعة لهذين البلدين في سياق القوات الحماية الإقليمية وكذلك المفاوضات ما بين الحكومة والبلدان المسلمين وقوات الأخرى ونتمنى أن تتمم كل الإجراءات في الوقت المحدد ونرحب بقرار حكومة كينيا الانضمام لقوة الحماية الإقليمية بحلول حزيران يونيو 2017 والذي سيعزز من قدرة القوة الوصول الإنساني دون عاقة وتحديدا إلى المواقع المتأثرة بالمجاة يجب أن تضمن الحكومة وكل الأطراف من غير الدول وذلك نظرا لفتاحة الأزمة الإنسانية ونعدام الأمن الغدائي جنوب السودان قد أصبح البلد الأخطر في العالم حيث ترتفع به نسبة الموظفين العاملين بالحق الإنساني الذين توفوا نحضر الحكومة على ضمان أمن العاملين بالحق الإنساني ومساءلات الجناء الأطفال يعانون من مستويات غير مسبوقة من العنف في هذا النزاع ويقتلون ويشوهون ويختصبون ويختطفون ويجندون في المئات من مناطق النزاع التي انتشرت في هذا البلد فإن الأمم المتحد أشارت إلى رقم تقديري هو 16 ألف الطفل قد جندوا من قبل كل أطراف منذ مداية النزاع في ديسامي عشر ونذا مجلس الأمن يجب أن يقدم الدعم الكامل للممثل الخاص شيرر والممثل الخاص المعني بالأطفال في النزاع المسلح وذلك لجعل الحكومة والأطراف الأخرى لحملها عفوا على اتخاذ تدابير حاسمة وذلك لسدي الفجوات الأمنية والقانونية واللجستية ولنهاية لإنهاء معاناة الأطفال وهنا نشيد بالممثل الخاص للمنعام وموظفي البعثة والذين يعملون في ظروف صعبة ميدانيا وذلك لدعم شعبي جنوب السودان ونعرب عن تقديرنا لسعادة السفير فودي السكي بوصفه رئيس اللجنة المنشعة عملاً بالقرار وذلك وذلك الالتزام تجاه هذه المهمة في ظروف صعبة شكراً جزيلاً لممثل كزاخستان وأعطي كلمة الآن لممثل أوكرانيا شكراً سيد الرئيس أوحب بالسيد شيرر بهذه القاعة وأعرب له عن كامل دعم بلادي له لفريقي وأنا ممتن لجورجي على الإحاطة ونقدر قيادة السنغال بلادي تقوم بادي من المحل ونقدر أحد أشياء بين سبلا ونقدر سبلا ونقدر 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 القتال الدائر بين جاشبي لتحرك السودان وقطع المعارضة والميليشيات ندين هذا القتال المضارب الأطراف بإجراء تحقيق شامل وذلك لضمان مساءلة المسؤولين عن القتل وانتهكات الحقوق القانون الإنساني دولي وتقويد السلام ونعتقد أنه من الضروري فرض ضغوط على الأطراف لوقف الأعمال الإدائية وكذلك خلق الظروف المواتية لتوصيل المساعدات الإنسانية وذلك لتغيير الأوضاع السيئة في هذا البلد وهذا يأتي به إلى نقطة أثنية حول العوائق المفروضة على حرية حركة البعثة نشعر بخيبة الأمل إزاء استمرار القيود المفروضة على حركة البعثة والتدخل في تنفيذ ولاية البعثة من قبل قوات الحكومة على الرغم من تأكدات ومعوض الحكومة وأن هذه ممنهجة ولذا فإن قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها تعاني من كثير من المحددات ونؤكد على أن حكومة الوحدة الحكومة الانتقالية الوحدة الوطنية يجب أن تفيد بالتزاماتها بالموجة بالبعين المشترك بتاريخ الرابع من ستمبر وكذلك في سياق اتفاق مركز القوات إن البعثة والأطراف الإنسانية يجب أن يصل دون إعاقة للمناطق المتأشرة حاجة للمساعدة في المناطق المتأثرة في واو ونؤكد على أن حرية حركة البعثة والمنظمات الإنسانية ليست ميزة يحظون بها أو يحرمون منها ولكنها حق ولا يجب أن تقضى علي أهواء أي طرف لأن هذا سيقود من قدرتهم على أداء الولاية نظر الانتظاهر الوضع الأمني في جنوب سودان وذلك أيضا نتيجة ل إشداد يعود الميليشيات فإن البعثة مستعدة لاستجابة لأي سيناريات الضفية وفي هذا السياق فنحن نرحب بالجهود المبذولة لتعزيز قدرة البعثة لحماية المدنيين والتخطيط بشكل أفضل لاستجابة الأزمات وزيادة سلامة وأمن الموظفين أوكرانيا تطلع أيضا لبدء عمليات قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان وهذا ما ورد بالقرار 2304 الصادر العام الماضي نطالب الحكومة بتقديم كل مساعدة اللازمة في ذلك تسريع وطيرة الإفراج الجمهوري ومنح تأشيرات الدخول للوحدات المشاركة وأخيرا أؤكد على أن الحوار السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع بجنوب السودان من الهام أن تفرض الأطراف الخارجية وتحديدا تلك في المنطقة ضغوطا من أجل تشجيع الأطراف على العودة لطاولة المفاوضات ومن الضروري ضمان أن المنطقة المتحدة يواجه رسائل منصقة تعبر عن الوحدة شكرا ممثل أوكرانيا وسأللي الآن ببيانا بلسفتي ممثلة المتحدة الأمريكية أشكر سيد شيرير على إحاطته وأشكر السفير السيس على إحاطة وأشكر السفير على قيادته إن البي بي سي قد قامت بنشر تقرير عن استمرار المجاعات هذا سؤال جيد المتحدة قد أعلنت عننا نواجه أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العامية الثانية وذلك بسبب مجاعة في أفريقيا وكذلك في اليمن إن 29 مليون ناس ما يعانون من خطر المجاعة في جنوب السودان 1.5 مليون ناس ما يرجعون الجوع والمجاعة إن لم يتغير شيء هذا يعني أننا نتحدث عن نصف سكان هذا البلد الذي أنشئ مؤخرا والذي يعاني المشكلات كيف يواجه كل هذا الكامل الناس المجاعة بالرغم من القدرات التكنولوجية والإنسانية المتاحة لنا في عالمنا اليوم إن السفير السن تقدم بأفضل إجابة تحدث عن المجاعة هذه ليست بسبب جفاف ولكن بسبب أن القادة يهتمون أكثر بالقيادة السياسية والمكاسب الشخصية بدلا من الوصول أسمح بوصول مساعدة الإنسانية إن المجاعة بجنوب السودان هي من صنع الإنسان وهي نتيجة لاستمرار النزاع في هذا البلد وهي نتيجة لحملة واضحة ضد السكان المدنيين في هذا البلد وهي نتيجة لقتل الموظفين الإنسانيين 16 في هذا العام فقط وهي نتيجة لمنع وصول الناس إلى الغذاء والدواء الذي سينقذ حياتهم هذا هو السبب في وجود مجاعة بجنوب السودان وشيد بالأمم المتحدة الاستمرار تقديم الملجأ لأكثر من 200 ألف من مواطني هذا البلد المدنيين في مواقع الأمم المتحدة في هذا البلد وبفضل هذه الجهود وبتفاني موظفي الإغاثة فهناك بعض الإغاثة التي يحصل عليها الشعب المتحدة قد أحرزت تقدم في سياق حفظ السلام وذلك استجابة لإخفاق البعثة العام الماضي نحسن من أدائنا في حماية المدنيين البعثة نجحت في تأسيس منطقة خلية من النساء من أسلاح لمسافة 200 متر حول هذه المواقع وهذا خفض من مستوى العنف والجريمة في ذلك العنف الجنسي بحق النساء وعلى الجانب الآخر أطراف النزاع في جنوب السودان لم يحرزوا أي تقدم ملحوظ الشهر الماضي قمنا بإصدار بيان رئيسي وطالب كل الأطراف باتخاذ خطوات ملحة ونجتمع هنا اليوم ونرى أن هذه الخطوات لم يتم تنفيذ ولو حتى خطوة واحدة منها نطالب الأطراف المتنزعة بالتزام باتفاق لوقفة اطلاق النار لا يوجد اتفاق أو وقفة اطلاق النار في جنوب السودان هناك تقارير عن انتهكات حقوق الإنسان وانتهكات القانون الإنساني الدولي هذا هو ما نجده من بديل وكثير منها على أيدي القوات الحكومية الألف من المدنيين يفرون من هذا البلد وكثير منهم قد هرب من العنف وأغندا الآن أصبحت تستضيف أكبر مخيم للاجئين في العالم نطالب جنوب السودان بسماحي لحفظ السلام بأداء مهامهم وذلك في رصدي انتهكات حقوق الإنسان وظرف وخلق عفوا الظروف المؤتية لوصول المساعدة الإنسانية نطالب الأطراف المتحاربة أن تسمح للمظامات الإنسانية بأداء عملها وكل هذا لم يحدث هذا ما طلبنا به الحكومة تواصل فرض قيود على حفظ السلام حتى لا يصلوا إلى منهم في أمس الحاجة وموظفوا الغاثة الإنسانية يقتلون وهم يساعدون الضحايا وهم ضحايا هذا القتال في وقع الأمر جنوب السودان هو البلد الأخطر بالنسبة لعمل الموظفين في حقل الغاثة الإنسانية في العالم لقد قتل أكبر عدد من هؤلاء في هذا البلد مقاتل بأي بلد آخر والبلد الأخرى لم تصل لهذا الرقم ولو بمسافة بعيدة ولم يتم اتخاذ خطوات لمعقبة الجنود الذين قاموا بمهاجبات موظف لغاثة الإنسانية في فندق تيرين بتجوب العام الماضي في شهر تموز ونطالب الأطراف أن تدعم جهود الأمم المتحدة والتحال الأفريقي والحكومية الدولية المعنية بتنمية الإيجاد وذلك للوصول إلى تسوية سياسية هذا أيضا لم يحدث من الواضح أن البيان الرئاسي الآن أصبح مجرد بيان في قائمة طويلة من البيانات التي أصطر هذا المجلس تجهلتها الأطراف المتنحرة ونحن قد تحلينا بالصبر ولكن كفئنا على صبرنا باستمرار المعنى والقتال في هذا البلد لقد برهلنا عن حسن النية في أن خطوات الحكومة ستساهم في إنهاء النزاع والأزمة الإنسانية ولكن العكس تماما هو الذي حدث لن نستطيع أن ننتظر أكثر من هذا وأن نطالب بالعمل ولكن هذا لا يلقى أدنى سغير لن نستطيع أن نواصل مشاهدة موظفي المساعدة الإنسانية يقتلون يبدو أن الأطراف ليست لديها الإرادة السياسية لإنهاء هذا النزاع بنفسها ولذا فإننا نتحمل مسؤولية التفكير بكل حذر في الخطوات المقبلة ودون أي أوهام مرة أخرى نطالب كل أطراف بوقف العنف والسماح لمجموعات المساعدة أن تعالج الأزمة الإنسانية وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات نوح أن تنخرط بكل الأطراف مع الإنسانية الإفريقية والسلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيجاد والمتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدة الإنسانية دون إعاقة ونطلب من الأطراف الإقليميين ودوليين أن يستجيبوا بالإلحاح والضرورة اللازمة ونطالب كل موظافة المتحدة مبعثيها أن يضعوا خطة عملتية للإنخراط في عملية السلام بجنس وطالب المجلس في أن يمضي قدما باستخدام الأدوات المتاحة له مثل فرض المزيد من الجزاءات وحضر الأزلحة وإلا سيستمر العنف والفضائع لا يجب أن ننتظر وقوع المزيد من الضحايا والمزيد من التشرد والدمار حتى نتصرف هذا غير مقبول يجب أن نار بادرة على أن تقدم ممكن وأول بادرة هو أن تقوم حكومة جنوب السودان بالتزام بوعد الرئيس كير للإعلان عن وقف لإطلاق النار أحادي يجب أن ينفذ وقف إطلاق النار هذا بأوامر لعودة القوات الخاصة بجيش الشعبي تحدي السودان إلى تكنته وأن يواصل العاملون بالحق الإنساني عملهم منذ بدء الحرب في عام 2013 قتل 83 من موظفي ألغة الإنسانية في العاشر من إبريل قد تم القبض على أحد الموظفي برنامج الضغط العالمي ويجب إطلاق صراحه ويجب وقف الإعاقة أمام وصول مساعد الإنساني لا يجب علينا أن نواصل هذا الدرب أو سير على هذا الدرب يجب أن يلتزم القادة بجنو السودان تجاه السلام وهذا عمل جاد حان الوقت لهؤل القادة أن يضعوا مصلحة شعبهم قبل كل المصالح الشخصية والسياسية وحان الوقت لكي يقر المجلس بأن هذا الطلب قد تم تجهزه بشكل كامل لقد استمعت إلى كل البيانات وأشكر والشكر الذي وجه لسيد شيرر كل هذه كانت تعبيرات خالصة النية ولكن نحن لم نقدم له أي مساعدة في أدائه لمهامه لأننا نسمح لرئيس كير بأن يستمر في ما يقوم به أو نعرب عن أسفنا وتعطفنا مع معناة الشعب وأننا نرغب في حوار وطني ولكن ما من حوار وتحدثوا عن رغباتنا في وصول المساعدة الإنسانية ولكن لا نفعل أي شيء لإجبال الحكومة على هذا تحدثوا عن كم من العمل نحتاجه لأدائه في جنة سدان ولكن نحن لا نجد أي طرف يتدخل وينافذ بالفعل إذا كنا بالفعل نقدر عمل أسائل المثلخ خاص وإذا كنا نهتم فعلا بمصير شعب جنوب السدان يجب علينا أن نقول للحكومة بجنوب السدان أننا لن نتحمل هذا بعد الآن إذا كنتم تهتمون بقيادة هذا المجلس لا يجب أن نسمح بترجاه لبيانات رئيسية صادرة عن هذا المجلس ومن يستفيدون من قسامنا حكومة جنوب السدان وإذا إذا وقفنا ما يكتوفي الأيدي ستستمر المعاناة والمجاعة وقد تكون هذه رغبتنا إذا ظلالنا مكتوفي الأيدي ولكن إذا كنا نرغب في مساعدة هذا الشعب الأمر لا يتصل فقط بالأمنيات والحوار ولكن يتصل بالأفعال وليس الأقوال ونطالب هذا المجلس بالتصرف شكرا أعمل بالتصرف فأني بالتصرف مساعدة vegetable أستعنف مهامي رئيسة المجلس ومهام من طلبات الأخرى الكلمة رفاعة الجلسة.